راح نشوف رئيس وزراء صدري هذا طموح ولا واقع ولا خلاص رادو الجماعة راح يكون أستاذ مشعان في الانتخابات القادمة التثقيف الإصرار على وجود رئيس وزراء من قبلهم دعون بصراحة هنا يقولوا الأستاذ أحمد حقنا مصرين على أن يكون رئيس وزراء شيشوف بصراحة يعني رغم أني ما أريد أدخل بأي عملية اشتباك مع التائر الصدري بس خليني أكون صريحة أيضا على المنشرات الحالية يعني أهلك بصراحة فضل إذا يجينا رئيس وزراء من التيار الصدري من الشخصيات المعتدلة التي نشوفها يعني فالنقل حسن الكعبي مثال مثلا اللي هو نائب رئيس البرلمان ويحاول أن يتصرف على أنه رجل دولة مثلا قولا واحدا ونحن سنتعامل معه على أن هذا رئاسة الوزراء هي استحقاق شعي وهم الذين يقررون اللي يجيب الأكثرية هو يجيب رئيس الوزراء ولكن إذا جانا مثل ما بعضهم سوي أغنية يقولون لازم يجي سايق البطة مو أبو الجكسارة ما أدري شفتها لا ينشودها أو لا أكيد نشعر بالرعب أن يجينا أبو البطة تخافون البطة مئة بالمئة البطة أخذت الألاف من أولادنا وذبتهم مرة السدة وقتلتهم وختطفوا أولادنا في بغداد ولا نتمنى أن تعود تلك الأيام السوداء وقولا واحدا سنذهب إلى وضع خطير والبلد أقل ما أقدر أقول عنه سيقسم إذا جانا سايق البطة وصار رئيس وسراء أو بصر إذا يجينا أبو البطة ولكن يعني يجينا أبو البطة طبعا هو أبو درع نموذجا مثلا يعني ولكن يجينا هناك شخصيات في التيار الصدري يشتغلون في رئاسة الجمهورية حاليا صراحة يعني يشتغلون في بعض المؤسسات يتصرفون يحفظوها أم لا أستاذ وفق المؤشرات لا أقدر أحكم ما أعرف ما سيصبح المزاج الشيعي أنت تعرف الشارع الشيعي يتأثر بالأحداث التي تسبق الانتخابات التفجيرات التصادم بيناتهم بس إلى الآن تسنة تخافي من البطة أستاذ مشعان في القادمة نهج البطة وسائق البطة والسيارة البطة منها شوفها بالشارعها مجفل تجفل نعم يعني البطة في ذاكرة المجتمع السني شيء كارثي فنحن لا نعترض أن يأتي رجل محترم من التيارة الصدري بل مستعدين أن نتعاون وربما قد نكون جزء من شراكة في حكومة بصراحة أقول لك ولكن على أن يكون وزراء هذه الحكومة ورئيس هذه الحكومة ليسوا من جماعة البطة وإنما من الخط الإصلاحي في التيارة الصدري